بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم عرب عمر الدوني معاكو arabicatchnymal.com طبعا احنا المرة اللي فاتت بصينا على جزئية كبيرة من لوحة التحكم وازاي نعمل تدوينة زي ما ممكن نعمل صفحة التصنيفات الاوسامة ازاي نلعب التعليقات الروابط بصلنا على حاجات كتير النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض الداشبورد او لوحة التحكم الجزئ اللي جاية طبعا هتبقى كبيرة قوي بس احنا نحاول ان احنا ناخد زي الشكل العامل حاجات المهمة اللي احنا عايزينها وطبعا مع الوقت طول ما احنا شغالين في ورد برس هنبقى ناخد كل جزئية بالتفصير الممل طبعا اقول بسم الله الرحمن الرحيم متوكلت عليك يا اليه طبعا هو ده السيم التوينتي 11 بتاعنا اللي احنا ما عملناش فيه لسه فيه اي حاجة خالص كل اللي احنا عملناه ان احنا عملنا فيه كم تدوينة وحطينا كم صورة وبس وخلاص طبعا هاجي بالконترول همداز هنا دوسة على اساس ان انا افتح الداشبورد بتاعتي او لوحة التحكم الباك اند يعني هافتحه في تاب جديدة وهاجي هنا ادوس على المظهر اول ما تيجي تسطب ورد برس هيجي معا الاتنين سيم دول اللي هو التوينتي 11 والتوينتي 10 هما دول الديفولت بتاعه اللي هو اللي جايين معاه اصلا طبعا هنا في جاي معا شوية خيارات ما بتبقاش طبعا في كل القوالب اللي موجودة طبعا هنا لو انت عايز تعمل زي تسطيب للقالب جديد طبعا انت هنا بتشوف بتكتب الاسم لو انت حافز اسم السيم بتاعك او القالب او تيجي هنا بتدور بالالوان الاسود الاخضر البنفسجي البن الفاتح اللي هو الاصفر المحروق وهنيجي هنا وهنيجي هنا هنبص على حاجة تانية كان فيه هنا الدعم للغة الارتي ال طبعا هنا اللي بيكتب بالعكس احنا طبعا بالنسبة لهم بنكتب بالعكس فدي كويسة لنا طبعا هنا لو انت عايز القائمة الجنبية يسار او يمين او عمودين تلاتة وهكذا هنا لو انت عندك القالب نفسه او الثيم نفسه على الكمبيوتر وطبعا ما عايز تعمل له ابلود وهنا مميز احدث الحاجات دي كلها هنيجي نبص على المربعات القائمة الجنبية اللي هي الوجت طبعا اللي هي دي اللي هنا بيقولك بحث احدث التدوينات احدث التعليقات الارشيف التصنيفات المنوعات لو جينا بصينا هنا هو القائمة الجنبية الرئيسية اللي هي موجودة عندنا اللي هو البحث احدث التدوينات التعليقات الكلام ده كله وهنا طبعا في قائمة تانية جانبية وهنا للفتر واحد اتنين اللي انت ممكن تزودهم تحت هنا هو تمام هنا طبعا القائمة الجنبية بتاعتي هنا طبعا الحاجات اللي موجودة اللي لسه موجودة في wordpress اول ما سطبنا wordpress طبعا في بعض الاضافات طبعا لما تيجي تزودها بتزود لك هنا حاجات كتير انت ممكن تاخدها وتاخدها عندك لو جينا مثلا زودنا حاجة هنا هو قلنا مثلا التقويم وحطنا تحت هو بيقول لي الاسم انا مش هحط الاسم هخلي زي ما هو واجي هنا اعمل refresh ولو نزلت تحت الوقتي هنلاقي هنا التقويم بتاعنا تمام انا هنا لو اخدت التقويم بتاعي لو انا مش عايز التقويم خالص هاجي هنا واجي على الجزئة دي وجاي هنا وسايب خلاص يبا هو التقويم بتاعي راح بس افرد انت عايزت الجزئة دي ما هو مش لازم تقويم ممكن تبقى اي حاجة تاني انت عايزت تاخدها مش عايزت اشتغل علي الوقتي بس عايز تشتغل عليها بعدين عايزت حفزها في ستيجي تحفزها تحت هال المربعات الجانبية غير فعاله طبعا انت هنا حافز الشوال بتاعك لغاية اخر حاجة انت عملتها ولما تحب ترجعها ثاني هتيجي ترجعها هنا هو عايز تشلف اخلاص بتيجي هنا زي ما قلنا بتيجي هنا وبتسيب خالص يبقى انت كدا سبت ويبقى انت كده كده خلاص راح وهنا طبعا من غير ما تعمل save او حفظ لو عملنا refresh هنا هو مش هنلاقي النتيجة بتاعتنا وطبعا هنا لو بصينا طبعا هنلاقي حاجات كتير البحث والتعليقات والروابط النص طبعا النص ده من الحاجات المهمة الحلوة قوي ان انت ممكن تكتب هنا ممكن تكتب تكست عادي ممكن تكتب html ممكن تكتب javascript jquery ممكن تحط images هنا في حاجات كتير قوي هنا ممكن ان انت تكتبها براحتك لو بصينا على القوائم طبعا القوائم اللي هي ال navigation bar بتاعتنا طبعا هي طبعا ال default بتاعها كده احنا ما عملاش في اي حاجة خالص طبعا هنا بيقول لك اعمل قائمة جديدة اسم القائمة فانا هحاول اكتب قائمتي قائمتي وهجا اقول له هنا انشاء القائمة طبعا هو الوقت انشاء القائمة ابدأ انا طبعا انا عايز ديا يبقى ناخد دي ودي واقول اضف للقائمة وطبعا هنا التصنيفات لو انت عايزهم يظهروا على اساس ان هم pages اللي هم بيبقى صفح عادية يبقى احنا نقول كده ونقول اضف يبقى احنا كده اضفنا احنا لو كده عملنا هنا حفز وهنا حفز وطبعا هنا انت ممكن تعمل زي رابط لاي حاجة للموقع موقع صديق ما الموقع بتاعك التاني جوجل مش عارف ايه لو روحنا هنا وعملنا refresh مش هنلاقي اي حاجة خالص طب ليه لان احنا هنا خصائص القوالب هنا القائمة الراسية لازم هنا نختار القائمة بتاعتنا لان انت ممكن يبقى عندك كذا قائمة يبقى هنا نقول قائمتي اقول حفز وهاجي هنا اهو هعمل refresh هلاقي الشغل بتاعي القائمة اللي انا لسه مختارة طبعا هنا طبعا براحتنا احنا بصينا برضو ازاي ممكن نعمل البيج فوق وتحت وكلام دا كله احنا ناخد ديا ونطلع عفوق كده اهو يبقى كده احنا لو سيفنا طبعا هتيجي المثال على الصفحة الاول هنقول حفز وهنيجي هنا اهو ونعمل refresh هنلاقي المثال على الصفحة الاول فيه برضو ان هنا ممكن انا عايز المستوى الاول بدل ما يبقى كلهم بيتج الوحيدة طبعا داخلين في المينيو بار بتاعي النافجيشن بار انا ممكن اخدها كده واسحة بدل جوه يبقى هي كده بقت زي الشايلد اللي هو ده الاب وده الابن هيا بتتحسب كده وهنيجي هنا وهنيجي هنا برضو ندخل دي جوه او طبعا زي ما انتشاف داخل دي جوه كمان يبقى هو طبعا بيبقى زي جزء تاني او انا عايز اطلعها لانا عايزها كده ها وهاجي هنا ها لانا هدخل دي جوه خالص وقل حفز وهاجي هنا ها اعمل refresh هنلاقيهم مش موجودين الخالص بس انا لو دست على الجزور يبقى المستوى الاول والمستوى التاني ودخلت على المستوى التاني ممكن اروح للمستوى التالت بس طبعا دي هنشيلها الوقت خالص لان احنا محناش عايزين هنقول حزف للقائمة طبعا خيارات القوالب احنا لسه بصنا عليها التروسة الخلفية والمحرر طبعا الحاجات دي هنبص عليها ان شاء الله المرة الجاية واحنا بنعمل ال shell theme هنيجي نبص على الاضافات طبعا احنا مش هنبص عليها كامل بس انا بس انا هحاول ان شاء الله ان احنا قبل ما نخش على ال theme اللي احنا نكتبه على قدينا كله من الاول للاخر هنبقى نبص على اضافة كاملة بس طبعا هي دي الاضافات اللي موجودة عندك الكسمة وهنا هالو دولي طبعا هالو دولي ده ما بيعتبرش اضافة بس هو زي زي مجرد بس ان هو بيعرفك ازاي الاضافة وزي زي تبرمك بداية الاضافة وطبعا انت اللي عمدت له اكتب بتلاقيه بيظهر عندك شعر في مين او الشمال اه في الطرف العلو الايصر من الشاشة طبعا بيجي يظهر عندك هنا وخلاص كسمة اخده زي الانتي فيروس بتاعك للموقع طبعا بيشلك الاسبان والحاجات دي كلها طبعا لو انت عايز تعمل اضافة جديدة طبعا بيدوسي اه او طبعا اضف اضافة جديدة لو انت حفظ الاسم بتدور عليه اه او انت بتدور على البلاجم مثلا البلاجم وبعد كده بتبدأ ان انت بيظهر لك الاضافات كلها اسم الاضافات وطبعا بتيجي قبل ما تيجي طبعا تقول تصتيب بتشوف التفعيل يوز ميت مانجر ميتا مانجر طبعا وهنا بتشوف ال الوصف التنصيب الصور السجل التغيير الحاجات دي كلها بتبص عليها لو تمام وافقة معاك ان انت الحاجة اللي انت محتاجة طبعا بتصطب وخد وخد بالك لما تيجي تشوف اضافة جديدة ما تبصش هنا بس تبص على اخر التحديثات اخر طبعا من واحد وعشرين ساعة طبعا جديد طبعا تم تحميله كم مرة والحاجات دي كلها هنيجي نبص على الاعضاء طبعا الاعضاء مفيش العضو واحد اللي هو الادمن هنيجي نخش جوه طبعا هنا من البداية لو انت عايز تغير الشكل العام الالوان طبعا بتيجي هنا هو بتقول تغيير يبقى انت كده عملته اللون الازرق لو مش عاجبك اللون الازرق طبعا ده الشكل القديم او بتاع وورد بريس بس في ناس طبعا شغالين على الغدرات كده وطبعا بتقول اه عايز اغير للرمادي تاني طبعا هنا تعطير المحرر المطور اثناء الكتابة اه لو روحنا على التدوينات وروحنا على نصا عشوائيا هنلاقي نفسينا هنا بيقولك المرقي و html طبعا انت هنا انا web developer طبعا مبرمج انا عايز اكتب كل حاجة على ايدي فاكل ممكن تكتب كل حاجة على ايدي كيبقى انت منتاش محتاج المرقي ده خالص فبتشيله لو انت محتاج بيبقى بتخليه زي ما هو هنروح على الاعضاء تاني كافة الاعضاء ونخش جوه تاني وهنا طبعا هنا الادمن طبعا الاسم اللي يتغير طبعا لان انت ده اللي انت مسطب بيه ورد بريس نفسه وهنا اسمك مثلا هو العمر هنخليه انجلش ونقول امرو وطبعا هنا لو انت حاطت اسم العائلة والكلام ده كله وهنا لو الاسم اللي انت عايزه طبعا الحاجات دي اللي هتظهر هنا هو مع التاريخ بتاعنا يعني يجي من هنا هو يقولك عرض الاسم انا عايز اسم امرو طبعا هنا الموقع المسنجر اللي اياهو طبعا في حاجات بس ده advanced قوي اللي هي ممكن تزود الفيسبوك ممكن تزود تويتر الحاجات دي كلها طبعا نبزة عنك سيرة ذاتية لو انت عايز تغير الباسورد بس انا لو قلت هنا تغيير على اساس ان احنا هنا قلنا عمر يبقى هنا لو عملنا ريفرش طبعا لمعرفش ليه بس التوينت اليفن مش مش شغالة فيه الاسم الكاتب احنا لو روحنا على المظهر تاني واخيارات القوالب لأ مش هو ده القوالب نفسها قصده وجينا هنا هو قلنا تفعيل للتوينتي تم وجينا هنا هو عملنا ريفرش هنلاقي هنا بقولك كتب فيه مش عارف ايه بواسطة امره بس احنا هنرجع تفعيل ده تاني وهنروح للاعضاء بس لو انت عايز تعمل عضو جديد طبعا انت هنا ما عندكش التسجيل اللي هو ادارة الموقع التسجيل الكلام ده كله هنا طبعا انا فتح الموقع بس طبعا انا مش مش هنا الادمن طبعا ادخل على اساس ان انا زائر طبعا هنا التسجيل الدخول طبعا هنا لما جادوس عليها لو انا زائر لو انا مش حافظ طبعا هو ما بيقوليش ان انت دخ اسم المستخدم وكلمة المرور ما بيقوليش ان انت ممكن تعمل زي تدخل عضو جديد هاجي هنا وطبعا هنبص عليها ان شاء الله للوقتي طبعا هنا لو انت عايز تدخل عضو جديد طبعا هنا هو الاسم المستخدم الاسم البريد الالكتروني على اساس ان هو بيتبعت له الكلام ده كله على البريد الالكتروني بتاعه اسم العائلة الموقع بتاعه كلمة المرور والكلام ده كله ارسال كلمة المرور عن طريق عن طريق البريد الالكتروني تمام الردبة بتاعه عايز اي عايزه مشترك عادي زي مشترك بس اللي هو مشترك في الموقع وخلاص او مدير طبعا بيتحكم في كل حاجة المحرر اللي هو بيكتب تدونات كتير جديدة وبعد كده بيعمل لها publish وكاتب اللي هو بيكتب مدونات ممكن يمسح المدونات يشيل مدونات بس المدونات بتاعته بس وطبعا المساهم ده طبعا اللي هو ايه مساهم في الموقع طبعا حسابك طبعا هنا حسابك اللي احنا بصينا عليها هنا الادوات حاجات طبعا هنبقى نبص عليها برضو لان هنا الاستراد والتصدير طبعا تعال نبص على الاستراد والتصدير الاول لان احنا مش هنبص عليها الوقت خالص لان ده محتاج درس الواحد وخالص بس هنا لو هنبصتها لو انت كنت شغال قبل كده على بلوجر او تمبلر ووردبريس قديم او ووردبريس اللي هو الفري وبعد كده جاي جزء تاني او طايب باد الحاجات دي كلها طبعا بتعمل استراد او تصدير للمعلومات بتاعتك export و import هنبص عليها ان شاء الله باذن واحد احد في درس الواحد طبعا هنا دون عن هذا انت لو جيت بصت هنا او بصت على الماوس بتاعك هتلاقي الماوس بتاعك بيختلف على استراد انت ممكن تسحب بس انت لو سحبت مش هتلاقي اي حاجة خالص بس انت ممكن تخدها هنا او وتطلعها فوق كده دي بتبقى مجرد زي ايه زي لو انت فتح زي موقع موقع وشوفت فيه تدوينة عجباك انت عايز تخدها على اساس ان انت تقول ايه منقول من الموقع كذا او انت شايف الموقع الاصلي بتاعه بتجي هنا بتقول دون عن هذا فطبعا الواحده وورد بريس بيفتح لك التدوينة بتاعتك الجديدة طبعا وهنا عاملك اللينك من البيتج بتاعتك اللي هو على اساس انت واخد من الموقع دون راحت فين وبعد كده طبعا انت بتاخد بعد كده المعلومات اللي هنا بتكتبها ازاي وطبعا زي ما احنا بصينا المرة اللي فاتت المستوى الاول والحاجات دي كلها التصنيفات الاوسمة الحاجات دي كلها لو مش عايزها يبقى كده خلاص الاعدادات طبعا من الحاجات المهمة اوي طبعا هنا اسم الموقع وسطر الوصف اللي هما دول مدونة وورد بروس عربية وهنا طبعا لو احنا هنزود اي حاجة وهنقول مثلا ايه اي ار وقلنا هنا حفز وجينا هنا عملنا ريفرش طبعا بتلاقي منزودة عليها ال اي ار بتاعتنا وطبعا هنا هنشيل ال اي ار دي خالص ان احنا مش عايزينها وطبعا هنا لو انت عايز تغير السطر الوصف هنا الموقع بتاعك الموجود طبعا الحاجات دي لما بتيجي تعمل لها بعد كده أبلوت على السيرفر على السيرفر بتاعك لو ما تغيرش طبعا انت بتغيرها يدوي هنا الايميل بتاعك الردبة هنا ممكن تسمح بالتسجيل طبعا زي ما بصينا هنا 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 طبعا هنا مش مسموح بالتسجيل لو جيت هنا وقلت ان انا هسمح لبت تسجيل وطبعا اي عدو جديد هيبقى مشترك وهنا لو انت عايز شوف التواريخ التاريخ القصدي المنطقة الزمنية بتاعتك حسب الساعة وهنا التاريخ انا خليه التاريخ 28 هنا انا بحبت ايوة كده تمام يوم السبت لا هيبقى يوم الاثنين طبعا وهاجي اقول حفظ وهاجي هنا هوا هعمل رفرش وهاجي هنا هوا برضو اعمل رفرش هاجي هنا هوا بيقولك تسجيل يعني الوقت لو انا زائر وعايز حابب ان انا اشترك في الموقع طبعا ايه بيقولك تسجيل في هذا الموقع اسمه مستخدم والبريد الالكتروني وبعد كده انت بعد كده الورد بريس بيرسله كلمة السرع عن طريق البريد الالكتروني وبعد كده هو بيخش جوه وبيغير الباسورد بتاعته لحاجات تانية لو جينا بصرنا بعد كده على الكتابة طبعا الكتابة الحجم الصنوق الكتابة 20 سطر طبعا دي بتتكلم عن ايه لو روحنا على التدوينات تاني لو روحنا على نصا عشوائيا تاني هنلاقي المسافة من هو بداية الكتابة من اول هنا هو لغاية هنا هو 20 سطر طبعا لو انا شايف المكان ده كويس ليه وكده تمام خلاص يبقى انا كده تمام عايزة صغره لا انا كفاء علي حتة صغيرة تمام لو انا حاسس ان انا لا انا عايزة اكتب كمية كبيرة وعايزة اشوف كل اللي انا كاتبه بدل ما او دطلع وانزل كده هو لقي بقى انا ايه بقى مرايح على الاعدادات كتابة وبعد كده بابدأ اغير من هنا عايزة اعمله 50 60 40 30 طبعا هنا لو انت عايزت الاشكال دي طبعا تتحول لابتسامات هنا السمح لوردو بريس بتصحية الاخطاء دي حاجة براحتك هنا انت عايزة تصنيف الافتراضي للتدوينة طبعا انت لو عامتش اي حاجة هتلاقيه غير مصنف بس احنا مثلا نخليه المستوى الاول هنا عايز شكل التدوينة ايه يبقى قياسي ملاحظة روابط تصنيف الروابط طبعا فيه روابط اللي احنا عملناها طبعا وفيه هنا المواقع الصديقة اللي احنا عملناها دون عن هذا طبعا جايلك هنا تاني لو انت عايز تدون عن طريق البريد الالكتروني عن بعد بص على الحاجات دي براحتك القراءة طبعا هنا هنا ده الصفحة الرئيسية تعرض اللي هي المدونات كل التدوينة انت بت hips cambio بتطلع لك هنا هو مسلا لانا قاعد اه عايزة اقومته piel الصفحه متبحاني جديد بتتكلم عن حاجة تانية وفيه البلوج او التدوينات بتاعت تكون في صفحة تانية طبعا ها املك ده هو صفحه تانية وهاجي هنا اختار ايه ش interpreت المثلة القناة اللي انا قد احزت من حاجات الحاجات لو انا محتاج الصفحة دي وأنا تتكلم будق الاهم وطبعا صفحة التدوينات يبقى اسمها ايه طبعا صفحة التدوينات طبعا انا بشوف صفحة التدوينات اسمها ايه بس انا هخلي دي زي ما هي عايز كم تدوينة تظهر في كل صفحة طبعا هنا عشرة وبعد كده بتلاقي لو انا عندي 11 بتلاقي عشرة بس وبعد كده بتلاقي هنا السهم بيقولك الى الصفحة التالية 1-2 وهكذا وهنا فيك معنصر طبعا للر اس اس فيد وهنا النص بالكامل او انت عايز مختصر الحتة دي طبعا احنا ممكن بنتحكم فيها جوه التدوينات نفسها وال UTF داش ايه دي سيبها زي ما هي ايه لان هي دي داعمة لجميع اللغات المناقشة دي برضو بص فيها براحتك على اساس تشوف انت المحاولة مش عارف ايه الحاجات دي كلها نشر التعليق ممكن نشر التعليق ولا لا ولا انا ممكن اتحكم فيه ولا لا والحاجات دي كلها ايه الشكل الايكونة اللي هتظهر للناس اللي هما بيكتبوه لل او الاعضاء الجدد والحاجات دي كلها طبعا الوسائط دي بتتكلم عن الامج هنا الامج لو انت عايز الثمني ليبقى بتاعك هما طبعا هنا الديفولت بتاع ورد بروس حاطت لك 150 و 150 و 300 و 300 وهكذا اه انت ممكن عايزها لا انا عايزها اصغر انا عايزها اكبر طبعا هنا بتبدأ تشوف الموضوع ده الموضوع دوا ولو انت عندك فولدر تاني غير الابلود طبعا بتكتبوه هنا اهو او عندك مشكلة بتكتب ال ال WB-content slash upload من اول وجديد ورابط المسارات الحاجات دي كلها الخصوصية طبعا دي مش هنيجي جنبها خالص لان انا بقولك السمح لمحركات البحث اهو يعن انت بتخلى زي جوجل وهي ههو الحاجات دي كلها بتدور الممكن تدور على الموقع بتاعك لو حد ادور عليه طبعا انت ممكن بتقول سماح او منع ما اعرف مين هو يقول منع طبعا هيبقىكله سماح سماح وماودة وهنا طبعا اعدادات الرابط الدائم طبعا احنا لو بصينا وانا جيت هناهو وعملتي مثلا اهو دخلنا هكذا الا اشوائية هتلاقي هنا في ال url فوق بيقولك ايه localhost slash معرب slash اللي هي علامة الاستفهام بتاعتنا p اللي هي ال id post وبعد كده بيقولك ال id post 32 وده طبعا بتفرق من كل صفحة او كل page اللي واحدها ال page id 2 طبعا هنا انت ممكن تغير هنا اليوم اليوم اللي انت كتبه او الشهر او الرقم او عنوان التدوينة يعني احنا لو رحنا على عدوان التدوينة وقلنا حفظ وروحنا هنا وقلنا refresh وروحنا هنا طبعا هنا طبعا مزهر لاننا طبعا جابها من ال page اللي كانت موجودة لازم اجي هنا من اول وجديد وبعد كده بخش زي اي تدوينة ومنلاقي هنا بيقولك التركيز على الشكل الخارجي دي برضو حاجة كويسة انت ممكن تكتب كل اسم تدوينة بس هو الاحلى ان انت ممكن تكتب اسم التصنيفات بتاعتك وبعد كده بتخش على التدوينة نفسها اسم التدوينة على اساس ان دي بيبقى احسن لجوجل والاسي او بتاعك ممكن نعملها ازاي احنا ممكن هي بيقولك تركيبة مخصصة ايوة تمام هنيجي بعض شفارات البحث ونيجي ونيجي هنا اهو طبعا هنا سيبك من كل ده هننزل من هنا من اول هنا اهو وهنيجي هنا اهو هنلاقي بيقولك ال year وال day والحاجات دي كلها وال minute وال second بس احنا اللي همامنا عايزين الكاتجوري وهنقول ctrl c وهنيجي هنا هناخدها الاول ctrl v وهنيجي هنا نعمل السلاش بتاعنا مش هننساها وبعد كده بنقوله حفظ التركيبة حفظ التغييرات وهنيجي هنا اهو نروح فوق الاول وهنعمل refresh ولو دخلنا على تالت تدوينة المستوى الاول انواع المتوفرة طبعا جايب لك التصنيف وجايب لك الشغل بتاعك بس طبعا هنا اه عشان تستسهل نفسك لو انت شغال local host او على السيرفر الشخصي يبقى بتسيبها على الافتراضي بس حاول طبعا انت طبعا لما بتيجي تشتغل local host ما بتحطش يعني خمس ستة تدوينات اهو على اساس انت بتبص على الدزاين او الشكل اللي انت بتعمله تمام تمام لو مش تمام يبقى انت كده بتغير كل حاجة وبعد كده لما تيجي بتطلع على ال host بتاعك بتغير للتركيبة المخصصة او لو انت عايز تغير له التركيبة المخصصة على طول بس اول ما تطلع على السيرفر بتاعك وهي كم تدوينة ممكن تشتغل عليها بس بعد كده غيرت مثلا للتركيبة المخصصة او خلت على طول افتراضي ما ينفعش بعد فترة تيجي تقول لا انا عايز اغير لأ دي حاجة اللي انت هتبدأ فيها من اول الموقع ما يبتدي لغاية ما الموقع بقى ربنا يفتكره اه انت هتقعد فيها من الاول الاخر لان انت طبعا لو شغال وجيت بعد فترة وقلت لا انا عايز اغير هنا لURL يبقى انت كده بتبوز كل الURL اللي موجود للموقع كله يبقى كل حاجة هتبوز وهتضطر ان انت تعمل وعايز هالك مشاكل كتير فمن الاحسن ان انت تغيرها مرة واحدة وتسيبها مرة واحدة بس هنقول هنا حفظ وهنا هنروح تاني على الموقع بتاعنا وهنعمل رفريش وكده يبقى احنا بصينا على جزئية كبيرة جدا وان شاء الله المرة الجاية نبدأ نبص على الشايلد ثيم وازاي نبدأ نعمل زي بيزيك شايلد ثيم لنفسنا وبس خلاص اشوفكم المرة الجاية يلا سلام يا عرب